اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامير النهاردة هنتكلم عن ازاي تفحص حالة صدر How to examine a chest case or respiratory system examination وكنت عملت حلقات قبل كده عن ازاي تاخد تاريخ مرضي من المريض بتاعك ازاي تفحص حالة بطنة ازاي تفحص حالة قلب وازاي تفحص حالة مخ واعصاب هسيب لك الروابط بتاعتهم تحت وطبعا الحلقة دي مخصصة لطلب الطب او الدكاترة اللي داخلين امتحانات عملي بطنة وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو اولا وقابل كل شيء احب اقولك ان اشهر حالة بتيجي في الشست عشان تدخل عليها امتحانات هي طبعا حالة COPD فعشان كده ركز في التكات اللي هنقولها عن COPD اثناء الشرح بتاعنا وخلينا نبدأ موضوعنا على طول دايما في العملي في اي موضوع بنبدأ به بنقول دايما فيه درجات ببلاش تعرف تاخدها من غير ما تذاكر حتى وهي طبعا انك اول حاجة تخسل ايدك بمية وصابون لو مفيش استخدم الكهولجيل البس الواقيات الشخصية بتاعتك على الاقل خالص البس الماسك بتاعك عرف نفسك للمريد بتاعك وعرفه انك هتفحصه واستأذنه قل له انا دكتور فلاني الفلاني طبيب زمالة مثلا او طبيب امتياز او طبيب في سنة خمسة وهفحص صدرك بعد اذنك فيقولك ماشي فكده يبقى خدت اذنه كمان اسأله عن فيه اي مكان بيوجعه ولا لا كمان البوزيشن تحطه في وضع مناسب مايكونش العيان عمال ينهج وانت من ييمه فلات حطه في زاوية 45 درجة مثلا لو هو عمال ينهج كمان الاكسبوجر اكشف المريد بتاعك في الحالة بتاعتنا بنكشف من عند السرة لحد فوق ويهمنا كمان نشوف الاطراف بتاعته السفلية لكن طبعا ممكن نغطيه بملاية ونكشف وقت الحاجة فقط المنطقة اللي احنا هنفحصها نكشفها واخيرا اقف على يمين المريد ما تنساش التركة المشهورة اقف دايما على يمين المريد النقطة اللي بعد كده هي الحالة العامة بتاعت المريد بتاعك ايه اول حاجة من ناحية طبعا كلنا عارفين الجملة المشهورة يعني واعي تماما طبعا لو هو غير واعي هتكتب اللي موجود لكن هو غالبا في امتحان فهتبقى الحالة واعية يعني مدرق للاماكن والاشخاص والتاريخ بالذاكرة بتاعته كويسة الزكاء بتاعه معقول ومتعاون معاك وطبعا دي كلها حاجات بتعرفها وانت بتاخد منه هستوري او حتى وانت بتتكلم معايا مش هتعود تسأله كالت ايه اول مبارح عملت ايه مش عارف ايه دي حاجة كده بسرعة انت بتعرفها حتى بمجرد الكلام مع المريد بتاعك كمان بتعلق على البلت بتاعته تقول افردج بلت اذا كان وزنه مناسب طبعا لو ابيز هتقول ابيز لو هو مثلا معاك كيكزيا او فقدان شديد في الوزن هتقول ان فيك كيكزيا على حسب ايه اللي موجود قدامك فهتقول التغذية بتاعته كمان شكلها معقولة كمان بتعلق على الدوكيوبيتاس هل المريد بتاعك واخد وضع معين ولا نايم فلات فتقول طبعا اي حاجة غير كده بتكتبها لو مثلا فيه ارثوبنيا المريد مش عارف ينام فلات فبتكتب الكلامته تقول بعد كده حاجة اسمها يعني نظرة سريعة كده على المريد تيجي عند رجلين المريد وتبص عليه من طرف السرير نظرة سريعة ولو ان كل اللي هنقوله دلوقتي هنفحصه بعد كده بالتفصيل بس بتشوف النظرة المبدئية ايه للمريد هل فيه سيانوزز اطرافه مزرقة قدامك هل العيان بيل قوي بقى لو شديد فيه انيميا جديدة هل المريد معاك كيكزيا يعني وزنه نازل قوي يكون فيه ماليجنانسي ولا حاجة هل العيال معاها shortness of breath او ديزني عمال ينهج هل بيستخدم يعني عمال يستخدم العضلات المساعدة للتنفس مش عارف يتنفس كويس كمان بتعلق على اي medical equipment مع المريد او الملحقات بتاع المريد يعني مثلا المريد محطوط على ماسك اوكسجين تكتب تقول ان فيه ماسك اوكسجين مثلا simple face mask على 5 لتر في الدقيقة وتشبع الاكسجين بتاعه مثلا كذا وطبعا فيه حلقة عن ماسكات الاكسجين تقدر تشوفها عشان تعرف الفرق بين ماسكات الاكسجين كلها هل مثلا فيه اسطرة بولية تكتب لو فيه اسطرة تكتب ان فيه اسطرة بولية ولون البول كذا وكميوتو كذا هل فيه مثلا نيترويديرم باتش المريد كاردياك مثلا وحاطة اللزقة نيترويديرمو ولا لا كمان مثلا عدد المخدات الموجودة على السرير في الاساس فكل ما كان المخدات كتير كل ما نعرف ان العيان ده ارثوبنك ما يعرفش ينام في لات بعد كده تقيس العلامات الحيوية للمريد بتاعك تقس له الضغط بتاعه بعد كده تقس له النبض زي ما احنا عارفين بالتلت اصابع كده وهنتكلم عن النبض بعد شوية وتشوف معدل كام ضربة في الدقيقة كمان تشوف معدل التنفس بتاع المريد بتاعك وطبعا التركة المشهورة ما تقولش للمريد انك هتقيس معدل التنفس بتاعه ولا تعرفه لانه ممكن يغير معدل التنفس بتاعه لكن انت بتعمل ان انت بتقيس النبض وفي نفس الوقت بتبص على سدر العيان وتشوف معدل التنفس بتاعه كام طبعا الطبيعي من حوالي 12 الى 20 نفس في الدقيقة كمان تقيس درجة الحرارة بتاع المريد يبقى دي الفيتال ساينز او العلامات الحيوية بعد كده نبدأ نفحص اجهزة الجسم الاخرى اللي ممكن يكون لها علاقة بالشست زي مثلا اول حاجة فيس الوجه هل فيه اي يعني فيه علامات مميزة لمرض او مشكلة ما داون سندروم مثلا الراجل وشه زي الامر من كتر الكورتزون مثلا كمان هل فيه عيان ممكن تلاقيه بينفخ شفايفه مع الزفير تلاقيه بياخد النفس يجي طلعه يعمل شفايفه القدام كمان تشوف تقول لو الحالة بتاعتك ميل مثلا كمان تشوف بعض المرضى اللي عندهم هايبوثيروديزم الهير او الشعر اللي في التلت الاخير دا تلاقيه بيقع كمان تشوف هل فيه اكزوفتالموس ولا لا تقول لو فيه ثيروتوكسوكوزيس اللي ممكن يكون طبعا نفريتك او نفريتك سندروم او الليرجي او انفلاميشن او مكسيديما او كده يعني كمان تقول لو العضلات بتاع الوجه التمبروليز دي ما فيهاش التجاعيد اللي احنا عارفينها دي طبيعية عند المريض بتاعنا مفيش اي تسبغات في الوجه بعد المرضى اللي عندهم ممكن تلاقيه تلاقي الوش بتاعه محمر زياد عن اللازم كده زي ما احنا بنقول طبعا ان فيه بعد كده بنعلق على عينين المريض بنمسك الجفن اللي فوق ونقول للمريض بص لتحت ونبص عاللسكليرا عشان نشوف هل فيه جوندس ولا لا بعد كده نمسك الجفن اللي تحت ونخلي المريض يبص لفوق ونبص احنا عالكونجان كطيفة عشان نشوف فيه بالر ولا لا كمان فيه بعض المرضى ممكن يحصل عندهم حاجة اسماها هورنر سندروم يعني السمباثاتيك ترانج حصل فيه ليجان فيه اصابة بسبب مثلا تيومر مثلا في مثلا مثلا فنشوف فيه هورنر سندروم ولا لا بعد كده نبص على الموث او فم المريض هل فيه تحت اللسان والشفايف كده مزرقة ولا لا هل فيه على الشفايف من الداخل هل فيه العدوة الفطرية في الفم دي ممكن تكون بسبب ان المريض بيستخدم بخاخة فيها كورتزون ومش بيتمضمد كويس بعد البخاخة او ان المريض يكون اميوني كومبرمايز دل اي سبب تاني اصلا كمان تشوف الدنتل والاورال هايجين ككل كمان بيرس انجليبس اللي تكلمنا عنها من شوية العضو اللي بعد كده اللي هنفحصه هو نيك الرقضة اول حاجة بالانسبكشن بمجرد النظر فقط هل فيه اي سكار ممكن يكون عامل كايروديكتومي شاي الاجزاء من الغدة الدرقية او شاي للغدة الدرقية كلها هل فيه اي ماس او كتلة كمان بنبص على التراكية هل فيه تراكية الديفيشن ولا لا بالنظر فقط احنا بنتكلم بالانسبكشن اولا ولو فيه تراكية الديفيشن ممكن التراكية تيجي تحت الستيرنو مستويد مصل فاللاقي الستيرنو مستويد مصل التندون بتاعها ترفع لفوق تبص للمريض تلاقي ناحية مرفوعة لفوق ده دليل على التراكية الديفيشن تحتها بنقول عليها تريلز ساين بعد كده نعمل بالبيشن للنك احنا تكلمنا على نعمل بالبيشن وبنعلق على اول حاجة بس طبعا يفضل قبل ما تعمل بالبيشن للكاروتيد ان انت تسمعه بالسماعة زي ما تكلمنا قبل كده عشان لو فيه كاروتيد بروي ده ممكن يكون فيه اثيروما اصلا في الكاروتيد وإحنا ممكن لما نجي نعمل بالبيشن بقى نحرك جزء من هذه الاثيروما وتروح على وتعمل فطبعا قبل ما نعمل بالبيشن للكاروتيد يفضل ان احنا نسمع بالسماعة عشان نستبعد الكاروتيد بروي اللي ممكن تسمعه زي كده فلو استبعدت وما فيش كاروتيد بروي فانت ممكن تعمل بالبيشن وتشوف الكاروتيد قلنا بيبقى ما بين اللارينيكس وما بين التندون بتاع الاسترنوماستويد وتحسه وطبعا كل ناحية لوحدها الاول ما ينفعش تعمل على الناحيتين مع بعض لانك كده ممكن تقلل البلاتس بلاي اللي رايح للمخ وكمان ما ينفعش تعمل بقوة عشان متعمل على الناحيتين وتعلق على الريت والرزم والفوليم بتاعه بعد كده بنعلق على الاوردة اللي في الرقبة هل هي كونجستد ولا لا طبعا المريض بتاعنا نايم في زاوية 45 درجة وبنخليه بص النحية التانية فبنشوف هل هي كونجستد ولا لا فلو هي كونجستد بنشوف بيحصل معها انسبيراتوري امتينج ولا لا يعني لما المريض ياخد نفسه هزا الكونجيشن بينزل ولا لا طبيعي انه ينزل مع الشهيق ومع الاكسبيريشن ما يزيتش بعض المرضى اللي عندهم سي او بي دي بنلاحظ انه وقت الاكسبيريشن وقت الزفير يحصل ممكن يحصل معاك بدل الكونجيشن ده ما يقل نلاقيه بيزيت مع الشهيق بس ده طبعا في حالات بقى والبريكارديل والكاردياك تامبونات الحاجات دي كمان لما نلاقي فاحنا بيهمنا جدا ان احنا نقيس لان ده دلالة غير مباشرة على الضغط داخل وطبعا كلنا عارفين ان احنا بنعم العيان في زاوية 45 زي ما قلنا بيبص النحية التانية وبنقيس باستخدام انترنال جاجولار فين انترنال جاجولار فين ده بييجي من عند اليرلوب كده لحد فهو المسار ده بتاع لكن في معظم مساره بيكون مستخبي تحت فلهو ظاهر قدامك بنستخدمه في الاياس بنجيب زي ما احنا عارفين مصطرة عمودية على ومصطرة اخرى افقية بنخليها بزاوية قايمة على هذه المصطرة ونوصل لاخر الكونجيشن ونشوف المسافة على المصطرة العمودية طلها قد ايه لو كانت اكتر من 4 سنتي فده معناه انجريز جاجولار فينس بريشر واللي ممكن يكون بسبب يكون المريض حصل عنده كورب المونال مثلا زي ما احنا عارفين كورب المونال معناها يعني مشكلة في الرئة وزيادة الضغط داخل الرئة على فترات طويلة عمل فلو لقينا المريض بتاعنا هو مريض شست في الاساس سي او بي دي مسلا ولقينا بالشكل ده فممكن يكون المريض بتاعنا معايا كورب المونال طبعا ممكن يكون في اسباب اخرى كاردياك هي اللي عملت كده لكن احنا بنتكلم دلوقتي على الشست وطبعا في كتير من الاوقات ما بنقدرش نستخدم الانترنال جاجولار فين او مش بنعرف نشوفه كويس وبنستخدم الاكسترنال جاجولار فين لانه اكثر وضوحا لكن الاصح او الافضل شوية هو الانترنال جاجولار فين كمان فيه هنا نقطة اسمها هباد وجاجولار ريفلاكس ودي مش بنعملها كتير او مش بنفضلها لانها غير دقيقة ومؤلمة للمريض مش مريحة لكن الفكرة عشان تبقى عارفها ان احنا بنضغط على الكبد وبنشوف الرفلاكس اللي حصل هنا بيحصل كونجيشن في الفين هنا فلو احنا ضغطنا على كبد المريض ولقينا حصل كونجيشن اكتر من 4 سنتي واستمر اكتر من 2 سايكلز فده معناه انها بوزيتف هباد وجاجولار ريفلاكس لكن مش بنعمل دي كتير وبرده دي ممكن تكون في حالات احيانا واحيانا بعد كده بنعمل بالبيشن للتراكية القصب الهوائية ونشوفها سنترال هل هي في النص ولا لا عن طريق ان انت بنجيب الصابع كده وبنشوف وحطها الناحية دي عند الاستيرنومستويد وبعدين نحطها الناحية التانية عند الاستيرنومستويد الناحية التانية ونشوف نفس المسافة ونفس الفراغ ولا لا في بعض الناس بيحط التلات اصابع كده وكده وكده زي اللي في الصورة قدامك يعني طيب لو لقينا التراكية دي ديفييتد يعني رايحة في نحية معينة فده يدل على اننا عندنا يونيلاترال لانج ديزيز في مشكلة في جانب واحد من الرأة ونفرض مثلا ان هي جاية الناحية دي يبقى كده المريض ياما عنده هنا كولابس أو فيبروزز بتشد التراكية نحيته ياما عنده الناحية التانية مثلا بلورال افيوجن كبير أو ماس تيومر كبير أو ميدياستاينال ماس كبيرة بتكون بتزق الناحية التانية أو حتى نيوموثوركس ففيه اسباب بتشد التراكية نحيتها وفيه اسباب تانية تزق التراكية بعيد عنها لكن لو مريض سي او بي دي زي ما قلنا فالمريض ده عنده يعني المشكلة في الناحيتين الرئتين زي بعض فهنلاقي التراكية سنترال عند مريضة COPD كمان يهمنا في نقطة التراكية حاجة اسمها المسافة اللي هي ما بين الكارتريج ده كريكويد كارتريج والسوبرستيرل نوتش المسافة دي في الشخص الطبيعي المفروض تاخد ثلاث صوابع كده العيان اللي عنده COPD او عنده بارل شابد شست اللي هو انتفاخ في الصدر والرئتين منفخين بتكون التراكية مشدودة لتحت فتاخد صابع واحد كده او اتنين بالكتير قوي فالديستنس دي لو قلت ده دليل على وجود البرل شابد شست كمان نقطة برضو في التراكية حاجة اسمها تراكية التاج ان انت لما بتحط صبعك كده والمريض يتنفس تلاقي التراكية بتنزل وتخبط في صبعك تلاقي الكروكيد كارتريج دي تخبط في صبعك او التراكية من تحت صبعك تخبط في صبعك مع التنفس خلي بالك مع الشهيق والزفير وده برضو لان التراكية بتتسحب لتحت اثناء الانسبيريشن في مريض السيقو بي دي فدي بنقول عليها تراكية التاج او الاسم الأصحي شوية كامبلساين وهنا نقطة مهمة افرض التراكية التاج دا بيحصل مع الهارت بيت يعني مع نبضات القلب التراكية دي بتغبط في صبعك تقول المريض يوقف نفسك المريض يوقف نفسه التراكية برضو بتغبط في صبعك مع ضربات القلب فده ممكن يكون في حالات يكون فيه ورأة التراكية عمال يزقها كل شوية مع نبضات القلب فتلمس 7 النقطة اللي بعد كده انك تفحص الثيرويد جلاند الغضة الدرقية فتيجي من خلف المريض وتفحص الاسمس بتاع الثيرويد جلاند الفصين بتوع الثيرويد جلاند تشوف فيه اي تضخم ولا لا والنقطة اللي بعد كده هي انك تفحص اللينفينوز العقد اللينفاوية مهمة جدا لا تنساها طبعا زي ما احنا عارفين سبمنتل سبمنديبولار أبر ميدل لوار جاجولار واللي غالبا بيكونوا تحت الاستيرنوماسلويد مسل بصيرو التريانجل في زانيك كمان بري اوريكلر البوستي اوريكلر والأكسيبتال لينفينوز كمان طبعا النحية الشمال ليفت سوبرا كلا فيكلور لينفينوز اللي بنقول عليها فيركاوز نود ودي ممكن تتضخم في حالات زي الجاستريك كانسر والبريستي كانسر وغيرها العضو اللي بعد كده اللي هنفحصه هو الأبر لمز أو الزراعين واليدين يعني فأولا بالإنسبكشن نشوف هل المريض معاك كلابينج ولا لأ بنخلي المريض يعمل الحركة المشهورة دي المفروض يبقى فيه ويندو ما بين الأظافر كده زي ما احنا عارفين فلو الويندو دي مقفولة معنى كده إن المريض بتاعنا عنده كلابينج ومريض السيقو بي دي امتى يحصل له كلابينج طبعا إذا كان فيه برونكياكتسيز مثلا إذا كان فيه أو مثلا حاجة زي طبعا فيه أسباب أخرى لكن احنا هنا بنتكلم على كمان تشوف تخلي المريض يميدي ييده قدام وتشوف فيه الرعشة الخفيفة دي ولا لأ ممكن تكون بسبب استخدام الحاجات زي البخيخات والأقراس الحاجات دي ممكن تعمل كمان تشوف تخلي المريض يميدي ييده قدام وتشوف اللي ممكن في حالات الشيست تكون فيه طيب تور سبيراتوري فاليور نعيان معاه هايبر كابنيا وهايبوكزيا ممكن يحصل معاه كده طبعا فيه أسباب أخرى للفلابينج تريمورز زي اليوريميا والهباتيك انسفالوباثي والحاجات التانية دي لكن احنا برضو هنا بنتكلم على الشيست كمان بالنظر أو بالإنسبكشن بتشوف الجلد بتاع المريض هل فيه الجلد بتاعه رؤية هل فيه يعني فيه ناس في تحت الجلد ممكن تكون دي علامات لاستخدام المريض كورتيزون بياخد كورتيزون لفترات طويلة عنده مثلا سيفير أزمة عنده مثلا فايبروزز عنده سيفير سي أو بي دي حاجة زي كده كمان طبعا بتشوف هل فيه بريفرال سيانوزز ولا لا إزرقاق الأطراف دليل على الهايبوكزيميا نقص الأكسجين كمان فيه تارستينينج ولا لا الناس من كتر التدخين صواباحة بتعلم كمان بعض العلامات التانية الخاصة بالكبد زي البالمر إريتيما مثلا أو الخاصة بالقلب زي سبلنتر هيمورج مثلا كمان تشوف انت تمسك كده من السكن وتسيبه المفروض يرجع بسرعة لو استمر فترة طويلة فده معناه ان فيه دي مثلا كمان تشوف زي ما احنا عارفين نضغل كده على الصابع لمدة خمس ثواني مثلا وبعدين نشيل ايدينا فاللون بيبقى أبيض أو باهت المفروض يرجع للون الطبيعي بتاعه في خلال سانيتين لو استمر أكتر من كده فده معناه ان فيه برضو هايبو برفيوجن أو فيه هايبو ثيرميا الدم مش رايح كويس لأطراف أو درجة الحرارة منخفضة أو المريض معاكم جيستف هارت فيلير أو أي حاجة زي كده يعني كمان يهمنا ان انت تبص على ومفاصل اليد لأن بعض المرضى ممكن يكون عندهم روماتويد أرترايتس روماتيزم العزام ده ويكون مشكلة الصدر يعني يكون دي علامات أو مشاكل الروماتويد أرترايتس اللي ممكن تيجي على الرئة زي البلورال إفيوجن وزي البلموناري فيبروزيس بعد كده البلبيشن أول حاجة ان انت تشوف درجة الحرارة فممكن تكون درجة حرارة الأطراف بتاعته أو اليدين بتاعته قول بسبب برضو دي جريزد بريفرال بريفيوجن بعد المرضى ممكن تلاقيهم وارم وسويتي زي بعض المرضى اللي عندهم سي أو تو ريتينشن بعد كده البلس وزي ما قلنا البلس بتقيس الريديا البلس بالثلاث أصابع بقى المنوفر معروف طبعا وبتعلق على عدة نقاط أول حاجة طبعا الريت كم ضربة في الدقيقة لو هو منتظم ممكن تعد مثلا في ثلاثين ثانية وتدرب في اتنين أما لو كان غير منتظم لازم تعد في دقيقة كاملة كمان الرزم هل هو ريجولر ولا الريجولر منتظم ولا غير منتظم كمان الفوليوم أفرج فوليوم ولا لو فوليوم ولا ايه بالزبط هل النحياة دي زي النحياة دي ولا لا تشوفهم الاتنين في نفس الوقت تشوف حالة الشريان ايه بالزبط طبيعا انت ما تحسوش كمان هل فيه أي وطبعا مش هنتكلم عن النقاط دي بالتفاصيل لاني هي مذكورة في الفيديو بتاع فحص القلب تقدر تشوفها هناك فبتكتب مثلا ان المريض بتاعك بالنسبة للبلس ان هو لو هما الاتنين ماشيين مع بعض العضو اللي بعد كده اللي بنفحصه هو أو الأطراف السفلية أول حاجة طبعا هل فيه أي سكر هل فيه هل فيه أو ناس فتحت الجلد هل فيه وديه علامة بتبقى فوق الرجبتين كده بيجمينتيشن أو بسبب بعض المرضى اللي عندهم سي أو بيدي مثلا أو أي مشكلة أخرى في التنفس ممكن ياخد وضع اسمه تلاقي دايما حاطة إيديه على ركبه كده وموطل قدام أو كوعه على ركبه لدرجة ان المنطقة دي يحصل فيها بيجمينتيشن أو نزف تحت الجلد فدي علامة اسمها دال صاين نشوفها موجودة ولا لا بعد كده بالبلبيشن بنشوف هل فيه لورلين بيديمة ولا لا بتتكه بصبعك ضد العظام زي ما قلنا لمدة 30 ثانية مثلا وبعدين تشيل ايدك بتشوف صبعك علم ولا لا وفيه إديمة ولا لا لو فيه إديمة بتشوفها بيتنج ولا ونشوف الليفل بتاع الحد فين نقعد نعلى الفوق لفوق لفوق لحد الرجبة فوق الرجبة بنستخدم نقرس كده مش هنتغل ضد العظام واللورلين بيديمة ممكن تكون في مريض زي زي ما قلنا لو حصل معاه كوربالمونال مثلا يعني حصل يا إما بقى اللورلين بيديمة تكون بسبب تاني يكون العيان عنده لأي سبب تاني أو أي مشكلة تانية لكن برضو إحنا هنا بنتكلم على الشست كمان طبعا لازم نحس دورساليس بيديس أرتري على الناحيتين لاترال تو إكسسنسور هارسيس لونجست تحط صبعك برضو وتحس دورساليس بيديس أرتري على الناحية دي وعلى الناحية دي كمان طبعا بستيرور تبيال أرتري طبعا ده بيكون برضو نحسه على الناحيتين يمين وشمال ونشوفهم إنتاجت ولا لا مهم طبعا العضو اللي بعد كده هو الأبدومين أو بطن المريض بفحص سريع كده نشوف هل فيه أي أسايتس هل فيه هباتوميجالي سبيلينوميجالي أي سكار حاجة زي كده يعني وتقدر تشوف الفيديو بتاع فحص البطنة زي ما قل وأخيرا عزيز المواطن جاه موعد إن احنا نفحص الصدر نفسه بالأربع خضوات المعروفين وفي ملحوظة إن احنا طبعا في الأربع خطوات زي ما بنفحص لازم نفحص لكن في طريقة أنا بفضلها شوية إن احنا نفحص في النهاية عشان المريض بتاعنا لو هو نايم وأنا عملت إنسبكشن قدام هقول له أقعد عشان أشوف إنسبكشن في الباك بعد كده أنايمه تاني وأعمل بلبيشن قدام وبعدين أقول له أقعد عشان أعمل بلبيشن للباك وبعدين أنايمه تاني وبعدين أعمل بركاشن قدام وأععده عشان يعمل بركاشن للباك فطبعا دي حاجة متعبة فأنا بفضل إن إجزامينيشن الباك يكون في النهاية ويبقى أول خطوة في بمجرد النظر فقط فبتعلق على شكل الصدر بتاع المريض ايه طبيعي ولا مش طبيعي لو كان طبيعي خلاص بتكتب normal shape of the chest طب لو كان مش طبيعي عنده نحية عالية مثلا ونحية تانية منخفضة فكده المريض ده عنده مشكلة يا اما الناحية العالية دي اللي بارزة لبرة هي اللي فيها مشكلة يكون عنده نيوموثوركس يكون عنده بلورال ايفيوجن يكون عنده ماس كبيرة او تيومر يا اما الناحية المنخفضة هي اللي فيها مشكلة بقى يعني انت مش قادر تفرق مين المشكلة هنا ولا هنا فالناحية المنخفضة ممكن يكون فيها كولابس ممكن يكون فيها فيبروزيس مثلا يعني طيب تعرف ازاي اذا كانت المشكلة في الناحية البرزة شوية ولا في الناحية المنخفضة شوية طبعا هيتبان مع التنفس بتاع المريض نقول المريض خد نفس جامد او حتى وهو بيتنفس بنلاحظ ان ال disease decide بيتحرك اقل الناحية اللي فيها المرض بتتحرك اقل او مش بتتحرك فلو انت لقيت المريض قدامك نايم على السرير عنده نحية عالية شوية ونحية منخفضة شوية او قل له خد نفس فلو كانت الناحية العالية دي مش بتتحرك كويس يبقى هي المشكلة فيها يبقى عنده بلورال افيوجن او نيوموثوركس او ماس اما لو لقينا دي بتتحرك كويس والناحية المنخفضة هي اللي مش بتتحرك كويس يبقى غالبا فيها المشكلة وممكن يكون المريض عنده كولابس او عنده فيبروزيس زي ما قلنا فبنعلق على shape of the chest والsymmetry بتاعة الشست بعد المرضى ممكن يبقى عندهم عيب خلقي اسمه بيكتس اكسيكافيتم بيكون الشست الداخل لجوه ما عند الستيرنم كده مريض اخر ممكن يكون عنده حاجة اسمها بيكتس كارنياتم اللي هو خارج لبرة فبتشوف اي حاجة من دي بتكتبها كمان زي ما قلت لك غالبا هتمتحن على مريض COPD ففي حاجة مهمة جدا اسمها بارل شابد شست او احنا عارفين ان المسافة الافقية بتاعة الشست المفروض تكون اطول من المسافة اللي هي اللاترال دي او العمودية دي بمعدل سبعة الى خمسة لكن المريض اللي عنده COPD وعنده هايبر انفليتد شست بيبقى الشست بتاعه زي البرميل الانترو بستر ديامتر ده بيزيد فيبقى صدره مدور كده بنقول عليها بارل شابد شست او شبه البرميل انكريزد انترو بستر ديامتر وده ممكن يكون في عياني COPD او كورونيك ازمة كمان ممكن الليها عندهم هاريسون سالكاس ده جروف كده داخل لجوه عنده نقطة اتصال الحجابي الحاجز وبرضو دي ممكن نلاقيها في COPD كمان في الكورونيك ازمة كمان المرضى اللي عندهم ريكتز تاني نقطة في الانسبكشن بنعلق عليها هي فبنعلق اول حاجة على الريت كم نفس في الدقيقة وده قلناه تاني حاجة هل هو وده بيكون في الرجال ولا ثراكه وده ممكن يكون في السيدات كمان او بيتحركوا مع بعض ولا لا كمان هل هو بيتنفس بشكل طبيعي والطيب بتاعه بيتنفس بشكل منتظم وعادي ولا لا لكن دي نقطة مش بيتكلموا عنها كتير اللي هو مثلا واحد يكون عنده كوسما البريثينج اللي هو النفس عميق وسريع زي في حالات الديكي ايه واحد تانيه عنده حاجة اسمها اللي هو بيتنفس شوية كده وبعدين يحصل له ابنية فترة ويتنفس تاني بسرعة شوية ده ممكن يكون في عيان عنده هيترومة مثلا نوع اخر اسمه بايت بريثينج لكن الانواع دي مش مهمة قوي يعني في الامتحان كمان في الاسبيراتوري موفمينت بنعلق ونشوف هل في use of accessory muscles ولا لا التنفس بتاع الانسان في العادي بيعتمد على الديافرام او الحجاب الحاجز لكن لما يبقى في مشكلة الانسان ده بيستخدم accessory muscles عضلات اخرى مساعدة تساعده في التنفس لانه مش قادر يتنفس بالشكل الطبيعي فممكن نلاقيه بيستخدم intercostal muscles زي ما احنا شايفين قدامنا كده عشان تساعده في التنفس ممكن كمان التربازيس والستيرومستويد وغيرها وغيرها زي ما احنا شايفين فنشوف هل في use of accessory muscles of respiration ولا لا كمان في علامة اسمها هوفرس ساين ودي معناها ان القفص الصدري من تحت الجزء الاسفل منه لما المريض يتنفس بيدخله جوه الطبيعي في اي واحد لما يتنفس الصدر كله بينتفخ لكن مريض سيو بي دي ممكن يكون عنده حاجة اسمها فلاتنت الديافرام هو عنده الشيست بتاعه او الرئة بتاعته منتفخة كبيرة فالديافرام او الحجاب الحاجز بدل ما كان واخد شكل زي كده بقى مسطح فلما بيجي ينقبط اصبح ينقبط بشكل كده حاجة زي كده فلما بينقبط كده بيحصل ان القفص الصدري من تحت بيدخل لجوه مع الانسبيريشن فدي اسمها هوفرس ساين ممكن تكون موجودة في مرضى سيو بي دي النقطة الثالثة اللي بنعلق عليها هي هل في اي سكار ولا لا مثلا عامل ده عامل قلب مفتوح مثلا عامل كابيج مغير شرايين مثلا ولا انترولاترال ثراكوتومي مغير صمام ايام زمان مثلا ولا بوسترولاترال ثراكوتومي ممكن يكون عامل لانج سيرجري عامل لوبوكتومي مثلا عامل ازالة لفص من الرئة مثلا ولا سابكليفيا سكار يكون حاطة بيسميكر منظم لضربات القلب ولا اجزيلاري ثراكوتومي سكار او سكار بتاعت الشيست درين فتشوف اي سكار تعلق عليها وتكتبها كمان هل في اي بيجمينتيشنز ولا لا كمان لو في دايليتد فينز ولا حاجة ممكن يبقى في سببيرور فيناكيفا النقطة الرابعة اللي بتعلق عليها بالانسبكشن برضو هي التراكية سنترال ار نوت بالنظر فقط وتكلمنا امتى ما تبقاش سنترال النقطة الخامسة هي البلسيشنز تشوف هل المريض بتاعك في اي بيكال بلسيشن زهر عنده بعض المرضى او بعض الاشخاص الطبيعيين ممكن بالنظر كده تلاقي الاي بيك سيبتنبو تشوفها فانت بتشوف المريض بتاعك الاي بيكال بلسيشن بينه عنده ولا لا موجودة ولا لا هل في اي بيجستريك بلسيشن بينه سوبرستين البلسيشنز او وورتك او بالموناري بلسيشن اي بلسيشن موجودة ولا لا لكن زي ما قلتلك لو مريضك سي او بي دي فغالبا عنده هايبر انفليتد شست ومش هتشوف اي بلسيشنز عنده لكن لو شفت اي بلسيشنز اكتبها النقطة التانية في هي بلبيشن ان انت هتحط ايدك وتحس واول حاجة بتعملها بلبيشن هي التراكية واحنا نتكلم عن التراكية في النج فيه ناس بتفحص التراكية اثناء فحص الرقبة وفيه ناس تانية تقولك لا نفحص التراكية اكتر مع الشست فلو انت فحصتها في الرقبة خلاص انت عملت عليها هل هي سنتر او لا لا وفيه تراكية التجوى لا لا زي ما اتكلمنا والكريكوسترنال ديستنز وتكلمنا عن الكلام ده كله فلو انت ما عملتوش في الرقبة ممكن تعمله هنا يبقى اول حاجة في البلبيشن هي تراكية بعد كده احنا بنقسم الشست او اللنج من الامام الى 3 مناطق سوبرا ماموري ماموري انفرا ماموري واللاترال وال بتاعه بنقسمها المنطقتين ابر لاترال ولور لاترال ولو اننا مش هنفحصه دلوقتي هنفحصه في النهاية لكن بنقسمه 3 مناطق اللي هو سوبرا اسكابولر انترا اسكابولر انترا اسكابولر ده يعني في المسافة اللي بينهم انترا اسكابولر وانفرا اسكابولر يعني تحته تحت الاسكابولة يعني ده مهم ليه لان الاجزامينيشن من هنا وجاي هيعتمد على المقارنة لازم نقارن يمين بشمال حتى في البالبيشن لما نيجي نعمل البالبيشن زي ما هنتكلم هو بقى اول حاجة هنتكلم عنها تندرنس هل فيه قلم مع المريض بتاعنا ولا لا فبنحط ايدينا سوبرا ماموري سوبرا ماموري ماموري انفرا ماموري انفرا ماموري ابر لاترال ابر لاترال لور لاترال لور لاترال وهكذا فبنعدي على المناطق دي كلها ونشوف هل فيه اي تندرنس ولا لا لو فيه تندرنس ممكن يكون مثلا ضلع مكسور ممكن يكون مايوسايتس اللي هو التهاب في العضلات وجدار الصدر فقط لو عملنا مثلا بلبيشن على الستيرنام وكان تندرنستيرنام ممكن يكون المريض مثلا عنده لوكيميا وغيرها ممكن اسباب تانية فلو فيه اي تندرنس بنعلق عليه النقطة التالتة في البلبيشن حاجة اسمها اللي هو الاحبال الصوتية لما بنتكلم بتعمل الاهتزازات هذه الاهتزازات ممكن تنتشر وتوصل الى جدار الصدر وانت تحس هذه الاهتزازات بايدك فبتقول المريض بتاعك اقول اربعة اربعة وبتحط ايدك بقى وتقارن زي ما قلنا يمين بشمال قولي عمل حاج اربعة 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 وهكذا في المناطق كلها بتاعت الفرانت والمناطق اللاترال زي ما قلنا وبعد كده لما نيجي نتكلم على الباك هنبقى نعمل كده في الباك برضو فبنشوف المتساوي على كل الجوانب فلو جينا واحدة بنقارن كده لقينا منطقة الاحساس فيها عالي يعني المريض بيقول اربعة اربعة بنفس النغمة معلاش صوته ولا حاجة لكن انت حسيت الاهتزاز فيها اعلى شوية فده كانوا بيقولوا ثلاثة سي او اربعة سي يعني يا اما يكون المريض عنده نومانيا في هذه المنطقة مثلا يا اما كلابس يا اما برضو كافيتي وحواليه يا اما ساعات بيقولوا كانسر او تيومر يعني ممكن برضو يعمل كده تحس الاهتزازات اكتر التيفي اف اكتر في المنطقة دي طب ممكن تلاقي منطقة كلهم زي بعض لكن منطقة قليل فيها التيفي اف لو قليل في منطقة هممكن يكون بسبب نيوموثوركس او بلورال افيوجن او انفيزيم طيب المريض اللي بيجيلك في الانتحان اللي هو غالبا سي او بي دي ده هنلاقي كله متساوي زي بعضه لان السي او بي دي ده generalized disease او bilateral disease مش بيأثر على مكان معين ده بيأثر على الرئة كلها فالمريض ده هتقول ان التيفي اف فيه equal on both sides النقطة الرابعة في البلبيشن هي بالبابلويز المريض لو عنده ويز احنا عارفين الويز اللي هو صوت الصفارة ده لما يكون عنده ازمة او سي او بي دي ساعد نحس هذا الويز بيدينا فبرضو بنقارن كل المناطق زي ما قلنا ونشوف فيه بالبابلويز ولا لا وممكن تحس البيابلويز في عيان الازمة ممكن لو فورن بودي هو السبب تحس بقى البابلويز في منطقه معينة مكان الفورن بيدي ده فيه او تويومر برضو ممكن يعمل كده النقطة الخامسة في البلبيشن هي chest expansion او التساع الصدر مع التنفس بتيجي على المريض وتحط ايديك كده وتخلي الصبعين يلمسوا بعد وتقول للمريض خد نفس جامد فلما ياخد نفس جامد المفروض الصدر يتمدد والصبعين يبعدوا عن بعد بمسافة متساوية لكن لو لقيت النحية بتتمدد والتانية لأ فمعنى كده النحية اللي مش بتتمدد دي فيها مشكلة زي النومونيا مثلا والبلوري فيوجان والنيوم وتوركس والحاجات دي يعني اما مثلا في مريض السيو او بي دي ممكن تلاقي فيه الموذمنت يعني الحركة مش الحركة الطبيعية بتاعته حركة قليلة لكن على الناحيتين زي ما قلنا لان السيو او بي دي مرض بيلاترال كمان بلموناري فيبروزيس ممكن يعمل بيلاترال لميتيشن اف شست اكسبانشن ديورين ريسبايريشن الخطوة التالتة في اللوكال اكزاميناشن اف الشيست هي بيركاشن ان انت طبعا هتحط صبعك وتخبط عليه وتزمع النغمة اللي طالع ايه هل هي ريزولانت ولا ضل ريزولانت يعني انت بتخبط على حاجة تحتها هوا بتسمع الصوت كده مفتوح اما ضل اكينك بتخبط على حاجة تحتها مية فبتلاقي النغمة مكتومة والبركاشن بتاع الشيست بنعمله طبعا light percussion وبنقارن دايما يمين بشمال وبننزل طبعا space by space بنقارن space هنا بالspace اللي اصاده هنا وبعدين ننزل واحد نقارنه هنا بعدين واحد نقارنه هنا وهكذا space by space والطبيعي طبعا ان الشيست معظمها هيكون ريزنانت مع ده مثلا بير اريا هنتكلم عنها بعد شوية upper border of the liver يبقى ضل بقى نعرف ان الكبد وصل هنا عند الفيفس ريبي مثلا فانت بتعمل percussion وتقارن يمين بشمال يمين بشمال زي ما قلنا وبعدين تقول للمريد رفع ايدك عشان تبدأ تعمل في lateral wall برضو طبعا بيبدأ من force intercostal space من عند الرابع تقارن هنا بهنا هنا بهنا وهكذا لو لقينا منطقة ضل فده معناه ان في increased tissue density يعني المنطقة اللي انت بتعمل عليها percussion كسافة الانسجة زادت جواها ممكن يكون فيه consolidation مثلا يكون العيان ده عنده نومونيا في المنطقة دي او يكون عنده mass او tumor في المنطقة دي اما لو كان المريد عنده pleural refusion اللي هو تجمع fluid في البلورة فده بنقول عليه stony dullness يعني dullness لكنه مكتوم جدا بنقول عليه stony dullness اما مريد اخر زي مريد COPD فبيبقى عنده حاجة اسمها hyperinflated chest فده بنلاقي معاه hyper resonance يعني مش resonance العادي بتاع اي شخص لا بنلاقيه بيتطبل اكتر صوت ال resonance عنده اعلى شوية bilatera اللي برضو عن ناحيتين طبعا كمان فيه منطقة اسمها trops area هنتكلم عنها بعد شوية بيكون النغمة فيها timpanic resonance يعني صوت resonant عالي جدا لان تحت منه المعدة بالهوى اللي في الفندس بتاعها ودي هنتكلم عنها بعد شوية وفيه نقطة برضو حاببى بقولها هنا ان لما نجي نعمل percussion على البونز لان العظام ممكن نعمل عليها percussion الكلافيكل دي direct percussion متحطش سبعة كده على الكلافيكل وتعمل كده لا الكلافيكل direct percussion sternum direct percussion كمان فيه نقطة مهمة اسمها tidal percussion كلمة tidal percussion الهدف منها ان انت تفرق هل الدلنس اللي انت سمعته ده حاجة superdiaphragmatic ولا infra diaphragmatic على سبيل المساء انت على الناحية اليمية ونازل في المت resonant 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 جيت عند 5th intercostal space وجيت تعمل percussion لقيت dullness تعرف منين اذا كان الدلنس ده حاجة تحت الحجاب الحاجز اللي هي الكبد مثلا او اي حاجة تانية هل نتكلم الفكرة نفسها ايه حاجة تحت الحجاب الحاجز ولا حاجة فوق الحجاب الحاجز تقول المريض خد نفس جامد واكتمه فياخد نفس جامد واكتمه تعمل تاني وانت حاطت ايدك في نفس المكان تلاقيها اصبحت resonant معنى كده ان الدلنس اللي كان موجود كان موجود بسبب حاجة تحت الحجاب الحاجز سواء كانت كبد سواء كانت تيومر سواء كانت أسايتس سواء كانت اي حاجة تانية الفكرة نفسها يعني طيب افرد انت جيت تعمل كده عند الففس انتركوستلس بيس لقيت dullness قلت له خد نفس يعمل حج واجتمه خد النفس وكتمه جيت تعمل تاني لقيت وما زال dullness فده معناها ان السبب سوبرا ديفراجماتيك يعني حاجة فوق بقى بلورال افيوجن مثلا نومونيا اي حاجة تانية زي كده وكمان فيه حاجة اسمها reverse didal percussion ودي معناها ان انت نازل اهو زي ما قلنا resonant 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 dull قلت للمريض خد نفس وكتمه خد نفس وكتمه جيت تعمله لقيته المازال dull جيت تطلع فوق space لقيته dull مع ان ده كان resonant اصبح dull هو كمان ودي بتكون في حالات بس unilateral diaphragmatic paralysis لو هزا المريض عنده الشلل في الحجاب الحاجز اليمين فقط فلما خد نفس الحاجز الشمالي اشتغل وعمل negative pressure ونزل لتحت فخلى الحاجز اليمين يطلع لفوق فتضل نسبة المكان عند fifth intercostal space طلع لفوق ووصل لل fourth intercostal space واحيانا اعلى من كده دي اسمها reverse didal percussion لكن النقطة الاساسية اللي تعرفها هي ان didal percussion بيفرق ما بين supra diaphragmatic و infra diaphragmatic causes وعشان كده بنستخدمه بقى في ان احنا نجيب upper border of the liver احنا اصلا اتكلمنا عنه خلاص بتشوف ال يبقى وسادها second rib تنزل تحته second intercostal space في المنت تعمل percussion طبعا بتعمل deep percussion بتلاقي resonant 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 لحد ما توصل لل fifth intercostal space تلاقيه اصبح ضل فبتقول ان ده غالبا كده upper border of the liver خد نفس يعمل حج جامد ويجتمه ياخد النفس ويجتمه تعمل تاني كده تلاقيه اصبح resonant معنى كده ان خلاص هو ده مكان upper border of the liver يبقى نقدر نقول ان احنا بنحدد upper border of the liver by tidal percussion طيب لو مريض مثلا زي مريض COPD عنده انفيزيمة او hyper inflated chest ممكن نلاقي بدل upper border مايبقى عند fifth intercostal space لقيه عند sixth intercostal space لقيه نازل لتحت لان الرئة انتفخت وتمددت وزق الكبد لتحت طب امتى في مريض تاني الاقي border of the liver ده طلع لفوق طبعا ازا كان فيه فوق collapse lung collapse او fibroses مثلا ولا حاجة بيرفع الحجاب الحاجز لفوق وبالتالي الكبد والامعاء والحاجات دي تطلع وراه لفوق فيه بعد كده percussion of special areas فيه مناطق معينة بقى في الشست كده بنعمل لهم percussion اول حاجة اسمها cornex esmus اللي هي تعتبر apex of the lung الحدود بتاعتها medial two thirds of clavicle وورا بيبقى medial one third of spine of escapula وناخد خط من هنا وخط من هنا root of the neck مع الخط lateral بتاع الحدود اللي احنا قلناها دي وبنعمل لها percussion بنيجي من بره من بره لجوه بنعمل percussion والمفروض طبعا ان هي تكون resonant فلو لقينا فيها ضل نص فده معناه ان فيه apical lesion فيه مشكلة في apex بتاعت lung ممكن يكون مثلا TB ممكن يكون apical pneumonia ممكن يكون tumor سيبانكوستو tumor ممكن يكون pleural thickening فده اول special area اسمها cornex asmus الarea اللي بعد كده والمهمة هي bare area of the heart ودي معناها area of the heart not covered by the lung tissue يعني منطقة من القلب مفيش عليها نسيج من الرئة فعشان كده بتبقى ضل لان جواها فلوت جواها الدم حدودها فين من هنا كده sternum واللترة الول بتاعها بيكون bar sternum line وفوق fourth rib وتحت six rib من الضلع الرابع للضلع السادس المنطقة دي اسمها bare area of the heart بنجيبها من فوق كده لتحت لحد ما نوصل لها ومن بره لجوه لحد ما نوصل لها فهي دي bare area of the heart وبتكون ضل طيب امتى الاقي المنطقة دي اصبحت resonant طبعا لو في انفزيما زي ما قلنا واحد عنده cobd فعنده hyper inflated chest الرئة تمددت وكبرت فغطت على القلب فديكي تعمل عليها تلاقي resonant طيب امتى تلاقي الضلنس ده مكانه زاد ممكن يكون في long collapse مثلا اللانج اتكمشت حواليه ممكن يكون في plural effusion جي جنبه فزود لك الضلنس ممكن يكون right ventricular enlargement الراجل عنده ده ضخم في البطين الايمن ده كله يزود المسافة او المكان اللي انت هتلاقي عليه الضلنس special area او المنطقة الاخرى اللي بننور عليها حاجة اسمها trops area زي ما قلنا وهي بالبلد دي كده لو عايزت تعرفها ان المريض بيحط ايده اليمين في المنطقة دي كده هي دي trops area المنطقة دي عنده بتكون area of the lung overlying fundus of the stomach يعني هي دي مغطية على fundus of the stomach ويبقى جواها air عشان كده لما تعمل عليها بركشن بنلاقي timpanic resonance طيب حدودها ايه طريقة بيقولك منتيجة عند الضلع السادس وتنزل بخط عمودي لحد الكلام ده في المتكلا وفيه خط تاني بنبدأه في الضلع التاسع في الانتيرو لحد الضلع الحداشر ونوصل الاتنين دول ببعض والمهم ان انت بتلاقي فيها timpanic resonance ده الطبيعي طيب افرد لقيت المنطقة دي فيها dullness بتشوف الدلنس ده جاي منين يعني الدلنس ده لو جاي من فوق جت تعمل كده لقيت دلنس نازل من فوق عليها يبقى بلورال إفيوجن طيب dullness جاي من يمين يبقى هباته ميجالي ممكن يعني طيب dullness جاي من الشمال سبلين وميجالي طيب dullness جاي من تحت عصايتس او ممكن يكون في تيومر او يكون فول استومك مثلا المريض واكل اكلت ايه لقاو دلوقتي طيب امتى نلاقي مساحة التمبانيك ريزونانس دي زادت عن الطبيع بتاعها لو زادت لفوق ممكن يبقى فيه لانج كولابس الفوق لو زادت على يمين ممكن يبقى شرانك الكبت تقلص لو زادت على الشمال ممكن يبقى سبلينكتومي فيه ازالة للطحال لو زادت لتحت ممكن يبقى فيه نيومو بريتونيام فيه هوا اصلا في بريتونيام فانت جيت لقيت هنا ريزونانس او تبانيك ريزونانس وجيت تكمل على تحت لقيت الريزونانس بتاع نيومو بريتونيام وكالعادة بما ان اشهر حالة هتقابلها في الامتحان هي حالة COPD فانت لما تيجي تعمل بركشة لمريض COPD هتقول ان في يعني ان المنطقة بتاعة الريزونانس اصباحة ريزونانس هي كمان وممكن تقول يعني كمان الكبد نزل لتحت بسبب الامفيزيمة الخطوة الرابعة هي اسكالتيشن انك هتجيب السماعة الجميلة بتاعتك بقى وتسمع صدر المريض وفي اسكالتيشن بنعلق على اربع نقاط اول نقطة هي دخول الهوى على الناحيتين متساوي ولا طبعا كل حاجة بنقارن يمين بشمال فهتجيب السماعة وتسمع دخول الهوى وخروجه وبرضو ابرلاترال ابرلاترال لورلاترال لورلاترال فلو في منطقة فيها مشكلة مثلا او او نيمونيا هتلاقي يعني في المنطقة دي بس اما عيان زي فهتقول حتى ولو كان قليل يعني بتقارن تقول equal on both sides النقطة التانية هي breathe sound نوعه ايه الشخص الطبيعي بنتنفس نوع اسمه physical breathing ده في معظم انحاء الشست لما تيجي تسمع الشست في معظم الانحاء تسمع حاجة اسمها physical breathing بيكون حاجة soft low bitch وهادي الinspiration بتعوي اكتر من expiration معدل 3-1 او 4-1 ومفيش جاب بينهم مفيش فراغ مفيش فاصل expiration على طول برونكيال breathing ده بيكون صوت عالي louder hollow وممكن يكون high bitch شوية وده مش طبيعي انك تسمعه في الاشخاص العاديين في معظم الانحاء ممكن تسمعه طبيعيا على القصب الهوائية فقط في قفى المريض كده من عندي C6 لحد T4 لكن مش هتسمعه قدام كده ومش هتسمعه على الرئة فلو سمعته في مكان ده دليل على مشكلة في هذا المكان ممكن يكون بسبب consolidation pneumonia ممكن يكون cavity ممكن collapse tumor cancer وبيكون الصوت زي كده وكالعادة لو انت هتقابل حالة C-O-B-D فهيكون فيها physical breathing بس ممكن نقول harsh physical breathing with prolonged expiration ما يميزه شوية ان expiration عنده فيه مشكلة زي ما احنا عارفين فبيبقى prolonged expiration لكن harsh physical breathing والازمة attack برضو ممكن تكون بنفس الصفة دي النقطة التالتة اللي بنعلق عليها في الاسكالتشن هي advantage sounds زي mean whiz صوت الصفار اللي احنا عارفينه بنقول عليه continuous musical sound due to airway narrowing بسبب ضيق مجار الهوائية زي ما بيحصل في عيان الازمة زي ما بيحصل في عيان COBD زي ما يمكن يحصل في عيان foreign body او lymph node او tyumer حاجات تانية ممكن تعمل whiz والعيان بتاعك لو هو COBD فممكن تلاقي ان whiz inspiratory expiratory يعني مع الشاهيق والزفير but mainly expiratory في الزفير الاساسي بتاعه يعني وبيكون polyphonic يعني متعدة للنغمات شوية وكمان بيحصل فيه change with cuff لما المريض تقول له كح وديجي اسم عيوويز تلاقي بيتغير نظرا لان مريض السيق وبيدي بيبقى في secretions ولما بيكح بتتحرك وتتغير وبتاع فالويز كمان بيتغير بيبقى صوته زي كده فطبعا لو انت بتفحص المريض بتاعك ولقيت ويز بتعلق عليه وتقول هل هو انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري مع الشهيق ولا مع الزفير ولا مع الاتنين ولما المريض كح يتأثر ولا لا وفيه ملاحظة هنا ساعات ويز بيقولوا عليه رونكاي ساعات يعني لكن ساعات يقولوا ان الرونكاي صوت لوبتش شوية ويمكن يكون اعلى شوية من الويز لكن في العموم يعني لما يقول الرونكاي غالبا يقصب بيها ويز الصوت التاني مل هوا سترايدور نقدر نقول عليه كده صوت الاختناق ده بسبب يعني انسداد في مجار الهواء بس من فوق وبيكون صوته لود عالي و رفيع وميوزيكل برضو مستمر كده زي الويز بيكون بالشكل ده وطبعا ممكن يكون مع الشهيق او مع الزفير على حسب السبب ايه بالزبط في اسباب كتير ممكن تعمل سترايدور زي فورم بودي زي لارنجو مالاشيا وغيرها وغيرها فالمهم تعرف ان سترايدور هو والصوت بتاعه زي ما سمعنا النوع الثالث هو الصوت اللي احنا عارفينه زي ما يكون صوت شيشة كده بقللت مية خفيفة او بنكرمش سليفان كده اصوات كريبيتيشن هنسمحها مع بعض بنقول عليها مش زي رويز بقى الصفار لا الصوت بتخربت كده وده غالبا بيكون نادق ان الالفولاي بيبقى فيها فيها والهوا فممكن برضو لما بتيجي تتمدد تعمل بعض هذه الاصوات اللي هي كريبيتيشن وبنقسم الكريبيتيشن لنعون كبار حاجة اسمها فايين كريبيتيشن وكورس كريبيتيشن ومن اسمها فايين كريبيتيشن صوت هواطي وبتكون يعني مع الشهيق ممكن نسمعها في أو حتى في واحد هيبدأ عنده يحصل نومونيا لكن لسه في البدايات فممكن نسمع أو حتى بعد مرضى فالمهم بقى صوتها بسيط وهادي كده وبيكون في الشهيق اكتر حاجة زي كده لكن النوع التاني من الكريبيتيشن هو ومن اسمها يعني صوتها عالي ده ممكن حتى تسمع من غير السماعة طبعا ممكن في حالات سيفير بلموناري اديمة مثلا حالات حالات بعض حالات ممكن تنسمع عليها بيكون صوتها زي كده النوع الرابع من الاسوات اللي هي هو اللي هو صوت احتكاك طبقات البلورة ببعض وده غالبا لما يبقى فيه وبنسمعه بالشكل ده النقطة الرابعة في اسكولتيشن هي حاجة اسمها vocal resonance هي بالضبط زي اللي كنا بنحسها بأيدينا لكن دي بنسمعها بالسماعة بنحط السماعة ونقول للمريض قول 4-4 4-4 4-4 4-4 وهكذا في كل المناطق اللي تكلمنا عليها فلولا لقيناها في منطقة أعلى من المناطق الثانية فده ممكن يكون زي ما قلنا Consolidation Collapse Cavity ممكن Tumor نفس الأسباب بالضبط زي TVF ويبقى هم دول الأربع نقاط اللي بنعلق عليهم في الاسكولتيشن Air Entry Breath Sounds Advential Sounds Vocal Resonance واخيرا زي ما قلتلك اوعى تنسى Back Examination بنفحصه بالأربع خطوات لكن مفيش فيه تفاصيل كتير خلاص أول حاجة بالإنسبكشن بتشوف الشيب بعد مرضى السي أو بي دي ممكن تلاقي معاه شوية كيفوزيز أفاية كبر كده من ورا بتعلق هل فيه أي بيجمنتيشن هل فيه أي سكار ولا لا كمان بتشوف متنسقة على الناحيتين ولا لا زي ما قلنا هل بيستخدم العضلات المساعدة في التنفس ولا لا بعد كده بالبلبيشن بتشوف برضو هل فيه أي تندرنس على مناطق الظهر المختلفة قلنا بنقسمه ثلاث مناطق رئيسية كمان تشوف تحط إيدك في هزين مناطق وتقارن تقوله قول أربع 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 وهكذا كمان تشوف فيه ولا لا على نفس المناطق برضو كله بالمقارنة يمين وشمال كمان تحط إيدك على ظهر المريض من تحت وتشوف زي ما تكلمنا عنه بالزبط تقول المريض خد نفس فياخد نفس فتلاقي صوابعك بتفتح أو ممكن تاخد من السكن بين صوابعك وتقوله خد نفس فالمفروض برضو صوابعك أو الفولد ده يبدأ يختفي فبرضو لو فيه زي ما بيحصل في حالات هتعلق عليها لو فيه ناحية بتتحرك وناحية لأ برضو هتعلق عليها زي ما تكلمنا قبل كده بالزبط كمان طبعا ما تنساش ساكرال إديمة احنا قلنا في المريض بندور على اللورلين بإديمة برضو المريض طالما هنفحص لازم نشوف الساكرال إديمة خصوصا لو كان المريض ده يعني هو نايم على السرير على طول فالساكرام هو أكتر حتة هتجمع سويل عنده فلازم نضغط بإدينا ونشوف فيه ساكرال إديمة ولا لا بعد كده بنعمله بركشن للباك بس طبعا هيفي بركشن لأن الشيستوول من الخلف كبير شوية فلازم نعمل هيفي بركشن للباك في المناطق برضو اللي قلنا عليها سبيس باي سبيس ونشوف برضو هل فيه أي ضلنس في أي مكان ولا لا وقلنا لو ضلنس كانت إيه الأسباب بعد كده نعمل أسكالتيشن للباك برضو نفس الفكرة ونعلق على الأربع نقاط الإير انتري والبريث ساوند أدفنتشال ساونس والفوكار ريزونس ويبقى كده خلصنا حلقاتنا النهاردة هسيب لك بعض المصادر المفيدة في الوصفة أسفل الفيديو وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم